اوكي لو ضسنا الشمال ع الزردة بنشوف الشوتينج مود من ابرزها طبعا عندنا دوت السينجل شوتينج مود اوكي وفي عندنا الكنتينيو شوتينج مود ده بيعمل بس ابتق شوية من السريع قوي او من الهاي بس مستو ان هو بيفوكس وبيستل اكسبوجر مع كل لقطة يعني اوتو فوكس مع كل لقطة الفاست او الماكسيمم او الهاي سبيد كونتينيو شوتينج مود لا بيستل اكسبوجر والفوكس اول مرة بس وبعدين خلاص ما بيقدرش ان هو يعمل ستل اكسبوجر هنا هنلاحظ تحت ان هو لسه بيكتب وهو طلبة دي حملة من ورا مش هنهارف نعمل اي حاجة في الكاميرا الا ما يخلص كتابه دة اكثر من ده من المشروع الحاجات الي ان لحظتها ان الكاميرا تاخد وقت طويل في الكتابه و لو بنسوى كمان برو يهش نخلص ف في الكلام من المشروع ieron الأكسبوجر الاول مرة بس والباقي كله على نفس الموضوع لو دوسنا تحت احنا شفناها بكده مع بعض الفلاش اكسبوجر كومبنسيشن الوقت اشغال اي في على اساس ان انا على الاباتش ارمود بايورتي في كمان حاجة تانية برضو مش عم اعجبتنيش قوي في الكاميرا موضوع براكتنج موضوع براكتنج ان الكاميرا بتاخد ثلاثة اميجز بديفرنت اكسبوجر باكسبوجر مختلفة يعني مثلا مينس ون وعلى زيرو وبلس ون هنا هم مش فتحين الموضوع عملوها 2 اوبشنس بس يامة 0.7 يامة 0.3 مزاد ديس الاربع انت ممكن تختار 1 و2 و0.7 و0.3 وممكن up to 3 كمان يعني يبقى مثلا مينس ثلاثة زيرو وبلس ثلاثة لا هنا لا هنا الموضوع مقفول على جزئتين دولة بالنسبة للتايميرز بتاعلك الكاميرا ديت الحاجات الاساسية في كمان كم حاجة لزيزة موضوع طبعا ده ازرار ده فاضيع جدا ورهيب دوت automatic exposure level وهنا auto focus manual focus الزرار دوت بصراحة رائع جدا انت هنا ممكن لو عايز تصور وتاخد lock بتاعك وكي وتروح تاخد فوكس في مكان تاني وكي خلينا اخد فوكس مسلا هنا الكاميرا بت lock وبطلها تاخد السورة بتاعتك خلينا واقف ده عشان ما يعملناش مشكلة اوكي الزرار ده لو عمنا رفعنا فوق لا هنا دي بتنفعني او في الفيديو انا بفوكس مرة واحدة اوكي انا عملتها دست عليها بفوكس اول مرة مثلا اوكي اوكي انا كانت manual بفوكس اول مرة نريدbbiv خلاص كده لو انا بصور فيديو، مش محتاج ان انا الكاميرا انا كل شهاي يروح مني إلƏ وترجع لا انا ممكن استخدم المانيل موت اشوف بردو اللزيز في الموضوع ان لمابيangen بشغالية علي موت حاول multifoass لاء اشتغل التوقع ولتشغيل الا موت انت عمل نبيكل اقصح الكاميرا ما بتعملش حركة دي بيروح الفوكس بس ترجع له داني مرة تانية فديت ده من الحاجات اللزيزة في الكاميرا اختصارا زي ما قلت لكم اللي هما الاتنين دولة مع ده برضو الزرار دوت هاي القوي بيعمل ارواح فانكشن زي ما قلنا مع بعض وزرار اللي بقى فيه زرار للفلاش لوحده دلوقتي مش محتاج ان انت تخش جوا المينيو تقعد تختار وحاجات زي كده حتى ايفين اي في زرار يعني سواء يمين شمال فوق تحت كلها بقت لها فانكشنز خليل نخش في المينيو كاي سريعا نشوف فيه حاجات كتيرة فيها اوبشنز جديدة حلوة خلينا اقول لكم مثلا انا هوريكو كاي سريعا الشوتينج مود مفووش حاجة يعني مهمة اوي يمكن بس موضوع البانوراما 3D وموضوع البانوراما بس كان موجود في نشوف نكس 5 وموجود في الابليكادة كمان ودية تشوية بريدفايند بروغرامس عادي جدا فيش فيها اي اختراع خينجة تاني على الاباتش البيورتي فيه نهوة في المينيو اللي بداخلنا على كاميرا اه فيه الابجيكت تراك رائع بس محتاج شوية تاني من صاني الابجيكت تراك بكل بساطة انت بتقول له انا عايز الابجيكت ده بتقول له اوكي على الابجيكت ده بتقديد الكاميرا شايفين تمشي مع الابجيكت بس اسناعة التصوير ما بيفرقش بقى يعني اسناعة التصوير هي بتبطى تتعرف على الابجيكت يعني لو جينا نجرب مثلا مش هتصوير عدوة عشان خط تعمل فوكس هنصوير عدوة اوكي ده اللي بيعمل فوكس اوكي خلينا نتحرك يمين من شمال اليمين مثلا شوفوا مثلا هو ما بيتحركش معاه فده من ضمن الحاجات اللي محتاجة شوية وفي نفس الوقت بردو بس الكاميرا يعني كتير انتليجنت انها رح تمنزلها الابشن ده هنا هو شان لانت لو حبيت توقفه توقفه فوقفت كغاس الكاميرا وبطلت انها تبقى مهتمية بالابجيكت ده وبتفكس عليه طول الوقت في بردو حاجة تانية لذيذة اولادك في البيت انت عايز بتصورهم مثلا في حفلة فانت مثلا حاطت صورة ابنك وبنتك فلو اولادك فوسط اطفالك وتقطار الكاميرا بتبقى تعمل بتشوف فين وله ده تبقى تفكس عليهم وتهتم بهم اكتر من الباقيين فانت ممكن عندك ابتو تمانية يمكن ثمن وشوش ممكن تحطها الكاميرا تبقى تعمل لهم تبقى بقى ورتي بالنسبة لها دي فيتشور لزيزة في بر طبعا السمايل ده عادي في صوفتن سكن افكت طبعا تصوير بورترهاد بس يعني زريف لست البيت ده بالنسبة للجزئة دي نفعاش حاجات تانية اكتر من كده خلينا نشوف مع بعض الكواليتي الكواليتي طبعا عندنا الرو والرو مع الجيباك بس الكاميرا بطيئة بصراحة يعني لو حطناها على الرو وحاولنا نصور الكاميرا تغطي قوي في السيفينج فافضل ان احنا نشتغل على الفين والرو او لو احنا هننصور يعني هنعم فيها ادتينج نشتغل على الرو والرو مع الجيباك الموضوع سيبقى ابتع وابتع مفيش هنا حالة تانية مهمة هنا خلينا اقول لك ايه المهم في الموضوع دود اه فيه كرياتيف ستايل ده لازيز خالص لا الكرياتيف ستايل كرياتيف ستايل كرياتيف ستايل في عندنا الادية زي الانستجرام شوية فلاتر ممكن تحطوهم اثناء التصوير بتاعك يعني دوزاز ممكن تستخدمهم مفيش حاجة تانية هنا مهمة ولا هنا هنا في الستاب اوكي في عندنا اه خطبا لكم ان الصوت بتاع الشتر عبارة عن تيك واحدة بس على اساس ان هو الكترانيك الشتر يعني فيه ناس من بش حبه الموضوع دود فحطنا لهم حطنا لهم اه ان هو يعمل تيك تيك او رحال كتباتي حان فين ها او فرونت كارتن اوكي خلينا نروح نجع تاني نصور مش عجبهم طيب خلينا نجع لها هنا تاني اسماء رحت فين اه دي كده بقى احلى اوكي اوكي فيه حاجة تانية احلى من كده كمان فيه طبعا هنا نويز ردكشن وهنا ديت شوية انهانسمنت لللنس كوريكشن او برضو هنا فيه كمان شوية انهانسمنت للساوند اثناء الفيديو زي الويند نويز ردكشن فينا برضو مايكرو ادجسمنت لللنس زي الديس الار العادية خالص وهنا دولب بتعرف منهم الفانكشن بتاعت الزرائل اللي قدام دوت وده بتعرف بالفانكشن للزرائر ديت اوكي خلينا وريكو حاجة تانية ديت الجريدلاين عائزها السيرترول او سكوير غراد او ايه الموضوع والبينك انجيه مهمة جدا لو انت عايز تشوف الهايلايتس بتاعك اثناء التصوير تقدر تختار الاوبشن دوت سواء لو ميديم هاي عايز تشوف انت اني هايلايتس احلى او اني هايلايتس انت هت هتدى انت تلقطها اثناء التصوير بتاعك الكاميرا فيها مهم جدا اعتقد انها ممكن لا اعرفها بس مينلي هي اليت الناكس 7 و اجتشافتها في فترة لفاتة ديت ارجو انها تكون عجبتكو شكرا كدام كان معاكو خالد نور باي باي